هل الصلاة على النبي أجيبه في كل مرة ذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ففي الجملة مستحبة إلا أن من الولماء من أوجبها في التشاهد الأخير هذا وإذا ذكر النبي فقد قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت وانده ثم لم يصلي علي فتكره يكره ترك الصلاة على النبي إذا ذكر ويستحب للشخص أن يصلي على الرسول عند سماع ذكره صلى الله عليه وسلم